شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك والذي عقد في نيويورك اليوم بين وزراء الخارجية في دول المجلس التعاون لدول الخيج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية والوليات المتحدة الأمريكية وجرى خلال الاجتماع بحث مخرجات قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في المملكة العربية السعودية يوليو الماضي بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كما بحث الوزراء أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وفرصة تعزيز التنسيق الثنائي في كل ما من شأنها الإسهام في ترسيخ أسس الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة وتحقيق تطلعات وأهداف الدول المشاركة واستعرض الوزراء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإقليمية والتطورات الدولية وسبل تكثيف التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تهدد الأمنى والسلم الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر